رجع لكم تاني مشاهدين لسا نكملين مع بعض فقراتنا وصلنا دلوقتي لفقرة مهمة جدا عن التراس القبصي مكتبة الأسكندرية تهتم طول الوقت بتاريخ وتراس مصر سواء القديم أو حتى المعاصر كمان بالضبط زي ما جمعت هو استقط الكثير من المخطوطات وتاريخ الصحافة هيكون فيه موقع يتبنى فيه الأيام دي اطلاق موقع عن القبصيات يهتم بتراس المصري القبصي وفي جميع الفروع وإيه الهدف منه هنكلم عن تفاصيل جدير جدا تخص الموضوع ده النهاردة من ضفنا اللي منورنا في الستوديو دكتور لؤي محمود سعيد المشرف على برنامج درسات القبطية صباح خياف عن مصر صباح خياة دكتور وبنرحب بحضرتك ونقول لك نهارك سعيد ويمكن زي ما صار قالت ان مكتب الأسكندرية بتعمل مجهودات كبيرة جدا في الحفاظ على التراث التراث عمتن المصر ولكن التراث القبطي يمكن فيه مواقع كثير جدا كناسية ولكن ما فيش مواقع فعلا بتتكلم على التراث القبطي كاتلكوا ازاي الفكرة ان انتوا تبتدوا وتعملوا ده والله يا كتن البداية سوري عام 2010 عملنا مؤتمر كبير كان فيه اهتمام كتير بيه بقى اهميته بالنسبة المكتبة فقررنا نعمل مشروع مستقل للتراث القبطي حضرتك تكلفة المشروع ده ممكن تبقى مكلفة قوي ولا ولا كل السبل موجودة لتجميعها المواد الخاصة بهذا التراث والله هو المكتبة بتتولى انفاق على مشروع بالكامل مفيش تمويل خارجي على اطلاق بنتعاون مع جهات مختلفة لجمع المادة العلمية بالطبع وبنتمت على الكوادر الداخلية في المكتبة ومفيش اي تمويل يعني احنا متعاون على سبيل المثال مع معهد درست القبطية الكتدرائية مع المركز الثقافي القبطي اللي بيشوف عليه الامبارمية مع المعهد الفرنسي لأثار الشرقية مع عدد من العلماء والباحسين والمهتمين بالتراث القبطي اللي هما قرروا او اعتبرعوا ان هما يمدون بمادة علمية للمشاركة في هذا المشروع والحقيقة الفكر ده كله تبلور في المؤتمر بتاع الفين وعشر احنا كان عندنا في عام الفين وعشر المؤتمر فيه حوالي مثلا مية وعشر متحدث من تلاتاشر دولة على المستوى العالم لفت نظر دارة المكتبة ودكتور اسمعيس راجلدين ان هذا الموضوع فيه اهتمام كبير جدا وكان فيه حضور كبير جدا واهتمام اعلامي كبير طبعا في اطار اهتمام المكتبة بالتراث عموما وبكافة مراحل التاريخية كان الحقيقة المساحة الخاصة بالتراث القبطي لازالت الاهتمام بها محدود فنتيجة لهذا المؤتمر وهذا الاهتمام الكبير الواسع قررنا ان احنا نعمل حاجة اسمها برنامج الدراسات القبطية بقى موضوع مستقل ونعمل التركيز على انشطة التراث القبطي طبعا عندنا انشطة كتير في خاصة برنامج الدراسات القبطية جزء منها الموقع هو الموقع الحقيقة يعني احنا كان عندنا مطور موقع هو يعتبر الاساس لان الموقع هو اللي بيبقى زي الاساس اللي بقى على هذا يعني بعد كده بنبتدي بقى نحط فيه المعلومات كلها بالزبط هو الموقع الحقيقة احنا طبعا عملنا سيرش كبير على الانترنت فيما تعلق بمواقع المهتمة بالقبطيات لانها تنقسم لنوعين فيه خسم مهتم بالمادة القبطية من منطلق كنسي وفيه قسم مهتم بها منطلق اكاديمي بعد الجزء المهتم بها منطلق كنسي في الغالب هو مواقع عربية في الغالب مواقع مسيحية طبعا عربية ومهتم بالجزء اللاهوتي الديني اكتر حقيقة لكن الجزء الأكاديمي العلمي في الغالب هي مواقع أجنبية بلغات أجنبية سواء بالانجليزية أو بالفرنسية أو بالألمانية وبالتالي المهتم بهذا الموضوع من المصريين أو الحديثة العربية حيلاقي الموضوع دايق جدا لكن في الواقع الموضوع واسع وفيه تفاصيل كتير مش خاصة بالجزء كنسي فقط طب ما اتكلمنا دكتور رؤي عن المواضيع اللي هتكون موجودة في الموقع دا هل فيه حاجات جديدة ناس ما تعرفهاش احنا ما نعرفهاش في الواقع طبعا هو كل المادة مش حدش يعرفها لسبب بسيط الحقيقة الاهتمام بالتراث القبطي بشكل عام هو اهتمام لازال يعني محدود جدا وتأخرتوا قوي في الاهتمام كمان بالتراث بالزبط هو عموما طبعا المكتبة لها شرف انها تكون اول جهة علمية رسمية تتولى الاهتمام بالتراث القبطي خارج نطاق الكنائس والأديار احنا كنت عندنا مشكلة قدة انطباع خاطئ عند الناس ان هذا التراث القبطي يخص المسيحيين فقط باعتبار ان الاهتمام به في الغالب داخل الكنائس والأديار وعشان كده الشعار اللي بتتبرناه برنامج الدراسات القبطية في المكتبة هو ان التراث القبطي تراث كل المصريين لا علاقة له بالعقيدة لا علاقة له بالدين مثل في هذا مثل التراث المصري القديم مثل التراث الإسلامي ما يخصش فئة دون غيرها وبالتالي احنا لأسف ما عندناش في الجامعات المصرية ولا في أقسام المتخصصة في الآثار أو في التاريخ أقسام للقبطيات برغم أن ده موجود في حتات كتير في العالم عندنا حد متخصص اسمه أو عالم قبطيات احنا لأسف الشديد حتى هذه اللحظة ما عندناش في مصر في هذا في معلومات بقى جديدة؟ يعني في حاجة جديدة تحب تقولها لنا النهاردة الناس ما تعرفهاش؟ طبعا فيما تعلق بالموقع لو حتحبوا تكلموا الموقع الحقيقة هيبقى فيه مادة علمية مكتوبة في مادة مصورة في أجندة أحداث في كتب في مقالات اين هو المادة المصورة؟ المادة المصورة احنا طبعا عندنا التراث القبطي بمعنى الواسع والمفهوم مش مجرد الآثار فقط ولكن هي حكايات القدسين أيضا اللي بيتم تصويرها فبالتالي هيتم عرضها في الموقع؟ هيبقى المادة المصورة هتنقسم لأكتر من قسم فيه جزء حيغطي المادة على سبيل المثال الأسرية الكنائس والأديرة والمواقع الأسرية القبطية فيه جزء حيهتم بالتراث القبطي الشفاهي اللي هو غير منظور على سبيل المثال الموالد الدينية والاحتفالات الكنائسية والحاجات الخاصة بالموسيقى القبطية اللي احنا كتير نعمل عرفهاش ما عرفش تاريخها واصولها برغم ان اصولها مصرية قديمة كل هذا النوع من المادة المصورة الحقيقة مش موجود تماما في المواقع القبطية الأخرى وان شاء الله احنا عندنا خطة ان احنا نمد الموقع بيه بحيث يبقى متاح لكل الجمهور المصري المهتم في هذا الموضوع يعني الموقع مش بس هيكون كله مكتوب هيكون فيه صور لا طبعا فيه صور وفيه مادة في المية وحيبقى ان شاء الله متاح لكل الناس عايز اعرف انتوا بتجميع تراث القبطي في وقت قد ايه تقريبا اخذ منك وقت طويل ولا الموضوع كان سهل وخلصتوا بسرعة والله هو طبعا ان شاء الله احنا نتمنى ان نطلق الموقع خلال هذا العام تراث القبطي حتى بعد ما نطلق الموقع حنتاني نجمع مادة الموضوع كبير جدا وواسع جدا احنا من ثلاث يمكن عندنا في المكتبة مؤتمر اسمه تراث القبطي في افريقيا وفردنا جالسة خاصة الحقيقة لمناقشة هذا الموضوع تحدثنا مع المتخصصين وخدنا منهم افكار والحقيقة احنا مهم جدا ان احنا بنعمل لنكات مع الجهات المهتمة بهذا الموضوع مش في مصر بس على فكرة على مستوى العالم احنا اتفقنا مبدئيا مع الجمعيات الدولية العلماء القبطيات الرئيسة بتاعتها امبدور كانت بتزور مصر قريب بقى فيه لنك ما بيننا وما بينهم لنك موقع ولنك علمي في نفس الوقت بحيث ان احنا نستعين بالمادة العلمية المتعلقة بالدراسات القبطية على مستوى العالم الانتاج العلمي بتاع الاجانب الكتب والمطبوعات الخاصة بيهم بحيث كل الكلام دي ابقى موجودة عندنا بالاضافة للاحداث يعني اي حد مهتم بالترسل ابطي وعايز يتابع الاخبار ايه المحاضرات ايه المؤتمرات ايه الملتقيات المهتمة بترسل فاني قدروا يحضروها وامتى والساعة كام كل معلومات دي بيكون مدوانة وموجودة في عندنا كالندر زي نتيجة كده هوت للاحداث دي موجودة على الموقع بحيث الواحد يتابع يعرف ايه الاحداث خلال السنة دي تلالك كم شهر الجايين وقدر هو يشارك فيها دكتور لأي حضرتك قلت نقطتين مهمين جدا ان احنا كمصريين مش عارفين التراث القبطي ولا التاريخ ولا الاثار ولا الفنون الخاصة بهذا التراث القبطي وقلت نقطة تانية ان احنا مش بس بنعمل التراث القبطي المصري ولكن ايضا بنعمل التراث القبطي الافريقي لانه طبعا احنا في قارة افريقيا ولازم نتواصل مع اشقائنا من افريقيا ولكن الفكرة دي كويسة جدا هل بعد كده تبقى فيه خطط انه يتم برضو يعني عرض هذا التراث على طلاب الجامعات وطلاب المدارس او دخول هذا التراث برضو كجزء من النظام التعليمي فيما تعلق بالتراث القبطي زي ما قلنا ان هو جزء من تراث مصر مصر الحقيقة دورها تاريخيا ومستمر قدام اقليمي ودولي وعالمي والتأثير المصري منذ الحضارة المصرية القديمة في الدول العالم وفي حركة التاريخ مستمر فعشان كده احنا اهتمينا زي ما حاك بتقولي بالتأثير المصري في العصر القبطي على افريقيا وعلى سبيل المثال الكنيسة الاثيوبية الاثرسوذكسية كان بتتبع الكنيسة المصرية حتى عام 1959 كان البطرك المصري بيقوم بتعيين اسقف لاثيوبية حتى عام 1959 وبتتبع الكنيسة المصرية انفصل من سنة 59 لكن بقي التأثير الروحي والديني والاهتمام الكبير والرابطة التاريخية طبعا ما بين الكنيسة الاثرسوذكسية اللي هاليها اغلبية هناك في اثيوبية وبين الكنيسة المصرية على سبيل المثال ممكن ان تلعب هذا التأثير الروح يلعب دورا في مشكلة الميا اللي ما بين مصر واثيوبية ومنابع النيل وسد النهضة اللي هتقيمه اثيوبية يبقى اذا ممكن التراث يلعب دور حتى في مستقبل مصر وكان متقلص جدا طول الفترة اللي فاتت دي الموضوع متقلص فانتو هترجعوا تحيوا يعني من خلال المواقع انتو بتعملوها هذي الوعي بالتراث ده بالزبط والتراث مش بيأثر في الماضي بس بيأثر في مستقبل مصر كمال طبعا طبعا يعني هل في اماكن مصادر او جهات تعاونت معاكم عشان تجمعوا المادة بتاعت التراث القدسي المصري زي ما قلت لحضرتك احنا طبعا بنقوم بتجميع المادة دي بشكل الوحدكم ولا فيه في جهات او العمل وده اللي قلناها اول انبالح في المؤتمر او ثلاث ايام بالزبط ان هذا العمل لا يمكن ان تقوم بيو مكتبة اسكندرية منفردة موضوع كبير وواسع وضخم وحنا بنحاول ان احنا يبقى فيه لنا اتصالات وترتيبات مع الجهات مختلفة زي ما قلت المركز ثقافي الابطي تبع الكاتدرائية المعهد دراسات الابطية المعهد الهولندي للأصاب برضو في القاهرة في اتفاقية عملناها مع جهات خارجية زي الجامعة الكاثوليكية في استراليا فالحقيقة لا بد ان احنا تكتف جميعا عشان المادة كبيرة وموضوع واسع وممتد ومتشاعب ولا يمكن حد يقوم بيو منفرد ناس كتير او ما تعرفش انه العديد من اشقائنا الاقباط كمان بيدرسوا اللغة القبطية وهي اقرب لغة للغة المصرية القديمة الموقع ده حددك قلت ان هو هيبقى باللغة العربية هل في يعني امل او احتمال انه ممكن يبقى ايضا في لغة قبطية تستخدم في هذا نفس الموقع وطبعا اللغة القبطية باعتبر انها لغة تراثية وهو لغة مهمة جدا مستخدمة حتى في الكنائس صعب جدا ان احنا نعمل ده ومفيش داعي لي احنا ممكن بالمناسبة ضمن انشرة برنامج الدراسات القبطية بننظم مجموعة من دورات تعليم اللغة القبطية كويس يعني فيه امكانية ان الناس تعلم اللغة القبطية بالفعل عندنا خوالي مثلا اربع او خمس دورات عملناها للمتدئيين والمتقدمين ولازالت هذه الدورات شغالة حاليا تقضم ناس كبير دكتور اه لحقيقة فيه اهتمام كبير والغالبيتهم مسلمين بالمناسبة على غير ما الناس ممكن تتوقع يعني وبيقوم بتدريس على فكرة دكتور مهر احمد عيسى وهو استاذ اول مصر يحصل على الدكتوراه في اللغة القبطية في تاريخ الجماعات المصرية وهو مسلم طبعا بنعملها في بيت السيناري اللي هو بيتبع حاليا المكتب تسكندرية في السيدة زينب حنعمل ان شاء الله دورات في المعهد الفرنسي الأسار الشرقية برضو في المنيرة بالفعل في دورة شغالة حاليا انا بقوم بالتدريس فيها في المتحف الإبطي بالقاهرة فده موجود بالفعل كدورات اللغة لكن ما نحط ده في الموقع صعب شوية هي بقى صعبة على اساس ما فيش متخصصين هي اللغة القبطية مش منتشرة غير بس في مصر يعني مش موجودة في أنحاء العالم مظبوط لا طبعا هاللغة مصرية صميمة هي استمرارية للغة المصرية القديمة اللي تكتب خط هيروليفي بعد كده بقت لغة خاصة بالمصريين بقى كان حصلت داخل الكنائس والأديرة كان المصريين زي ما بيتكلموها كل عامة المصريين يعني عند دخول الإسلام في قرن السابع الميلاد مش لغة صعبة يعني لا هي مش لغة صعبة الحقيقة يعني مش لغة صعبة بس طبعا محتاجة أحد يكون مهتم وفي نوع من المتابعة طب وانتو بتجمعوا تراس هيكون في أو هتعملوا فلترة أو انتقاء لبعض المواضيع اللي هتكون موجودة على الموقع ولي هتحطوه زي ما هو هو طبعا احنا يهمنا الناحية العلمية أولا المادة دا تكون بسيطة جدا ما تكونش معقدة لكن في نفس الوقت علمية ودقيقة لأن كتير برضو من المواقع الحقيقة المادة اللي فيها غير منقحة بشكل علمي ففي كتير من الحاجات اللي هي منقولة أو متوترة بدون تدقيق دي مهمة جدا نحنا رجحها عشان تكون المادة الموجودة في الموضوع عندنا مادة يعتمد عليها وتبقى مرجعية بشكل موصوق فيه حضرك قلت أن فيه العديد من المواقع اللي بتتكلم عن التاريخ القبطي ولكن من ناحية شوية كناسية أكثر منها ناحية تراثية تفتكر بعد إنشاء هذا الموقع التراثي هل سيتم تحجيم المواقع الأخرى ولا برضو هتفضل موجودة بتنشر مثلا أكبار مش موصقة أو بتنشر معلومات مش دقيقة لا الحقيقة طبعا أنا مقدرش أقول أن هي المواقع التانية مواقع سهيئة لبالعكس فيك في كتير منها مواقع كويسة ومواقع ممكن أن نعتمد عليها إحنا عندنا برضو خطة إن شاء الله نعمل لينكات مع المواقع اللي هي ممكن تكون فعلا المادة العلمية بتاعتها مادة مصبوطة ومفيدة هنعمل لها لينكات لأن إحنا الموقع عندنا الحقيقة هيهتم بالتاريخ والأثار والفن والأمارة كل فروع مفيش الحقيقة موقع بيهتم بكل هذه الفروع فإحنا في كل فرع من هذه الفروع لو لقينا مجموعة مواقع بشكل علمي يمكن أن تتماد عليه هنضفها بحيث برضو القارئ أو المطالع على هذا الموقع إن هو قدر يستخدمها إحنا مش هنختاكر المادة دكتور ناس بتفضل التخصص إيه؟ إنها تتخصص في إيه من الحاجات دي؟ اللي هو يعني حالي بتقول إن هيكون فيه فن وهيكون فيه التراث الإبداعي والحاجات دي هل فيه ناس بتتخصص في حاجة عن حاجة أكتر حاليا الحقيقة برضو التخصصات في مجال القبطيات الحقيقة متوضعة جدا لأنه زي ما قلت لحدك يعني أماكن محدودة قوي بتهتم بهذا الموضوع لكن في الغالب بيهتموا بالموسيقى الإبطية مثلا لو في المعادة الإبطية على أساس الألحان دي موجودة حاليا في الكنائس ومستخدمها لأنها لزي مستمرة كمان الأثار باعتبر إن فيه بعض الكليات فيه بعض الباحثين بيعملوا على ماجستير أو دكتوراه فيه خاص بالأثار التاريخ أحيانا برضو لكن بقيت الفروة الحقيقة زي العلوم مثلا في العصر القبطي الطب والهندسة والحاجات دي لسه ما فيهش أخبات كبيرة يعني هنحاول إن احنا نقضي الدوع عليها ونقول للناس إن فيه مجالات لسه البحثية وفيه فرصة إن هم يدرسوا ويعملوا رسائل الماجستير أو دكتوراه في موضوعات كتيرة لسه متاحة لم تترق بعد حضاركو بتقول إنه فيه تخصصات الناس مش بتعتمي بها وزي العلوم وكده في الفترة اللي ظهر فيها اللي هو التخصص في الهندسة أو في الطب أو كده كان دي الفترة اللي بيقولوا عليها العصر الذهبي للإسلام فهل تعتقد إنه علشان كان ساعتها مع دخول الإسلام في مصر إنه كل العلماء اللي كانوا القبطيين اللي كانوا موجودين في هذه الفترة تم دخولهم في داخل النسيجة المصري الإسلامية فبالتالي محدش عارف أول معلومات دي الحقيقة من أحد مظاهر أو أحد مصادر قوة الحضارة الإسلامية هي إنها استعانت بعلوم وثقافات البلاد المفتوحة أهل الجسيرة العربية وزي الكيمياء وزي الطب البلاد المفتوحة زي العراء وزي سوريا وزي مصر والشام والكلام دي كله بلاد ذات حضارات عريق وبالتالي عندها تراث علمي كبير جدا بصرف النظر على العقيدة فكانت أحد مصادر قوة الحضارة الإسلامية إن هي لم تجد غضادة إن هي تستقي مثل هذه العلوم وتطورها وتضيف إليها وتتفاعل معها بحيث تنتج قصصات أو موضوعات جديدة أكثر قوة وبالتالي الحضارة الإسلامية قدت للعالم الحقيقة إنتاج علمي واسع وثري جدا في كافة المجالات ما تواصل بين مصر وما بين البلدان دي حاصل؟ دلوقتي؟ لا تراث القبطي الحقيقة زي ما قلت لحضارتك أحد إسباب مشاكله دلوقتي إن هو في ذهن الناس مرتبط بالديانة المسيحية مصبوك فمجرد نتكلم عنه وقول يا جماعة ده تراث مسيح أنتم مالكم ومالو فالهدف الرئيسي من برنامج الدراسات القبطية إن نزيل هذا الوهم إن هو تراث جزء منه طبعا التراث الديني لكن جزء كبير جدا إذا برضو يكون عندنا ولو معلومات عنها بسيطة بالضبط وجزء مهم جدا برضو من إشكالاتنا عدم اهتمام به في مراحل التعليمية المختلفة حتى مش في الجامعات على فكرة في التعليم الأساسي غريبة قوي إن إحنا ممكن نكون بنهتم منوعا ما برضو مش بنفس القدر الكافي بالتراثة الفرعونية أو بالحضارة الفرعونية ولكن مش مهتمين فعلا بالتراثة القبطية يعني دي حقيقة أعتقد إن إحنا كلنا حتى في المدارس من إحنا صغيرين ما نعرفش معلومات ولا نعرف تاريخ الكنائس مثلا أو تاريخ الفن القبطي أو الحاجات دي كلها دي حقيقة فيه نوع من القفز كده بيحسب من العصر الفرعوني فجأة بنبص اللي دخلنا في العصر الإسلامي ولما نتكلم على فترة العصر القبطي بنتكلم عليها بشيء من الاقتضاب وشيء من الخجل مش عارف ليه الحقيقة ما عاشي خليه أقولك إنه يعني مفيش أصل مفيش كده محدش خالص يا حقيقة ولما ندي محاضرات في هذا الموضوع الناس مستغرباً أن الموضوع مهم جداً وشيء وأنا بقول إن الفترة دي يعني مثلا لو كلمنا إنه عنا فترة القرن الأول الميلادي اللي هو دخول المسيحية مصر لغاية القرن السابع دخول الإسلام لعبة الدور مهمة جداً جداً لصالح الإسلام نفسه زي ما كنا منتكلم على التأثير الحضاري أنا بقول لهم يا جماعة على سبيل المثال لما دخلت المسيحية مصر كان عليها أن تواجه عقائد مش عايزين نقول وسانية أنا بتاعصار فرعونية أساساً لكن عقائد غير سماوية فحصل نوع من الشد والجذب ما بين المسيحية كدين سماوي وبين هذه العقائد اللي هي غير السماوي ما هي دي النقطة لأنني كنت يعني بكلم فيها دولتي مع حضرتك إنه إحنا عرفنا إن فيها دورة فرعونية وبعدين مرة واحدة ما فهمناش هي ليه خلصت وبدخلنا على دور في الحضارة الإسلامية فكنا الفترة اللي هي الفترة اللي فيها الحضارة القبطية اللي هي حصل فيها انتقال ما بين الحضارة الفرعونية ليه بعد كده مصر غيرت لسانها وبقت بتتكلم باللغة القبطية وبدأ يبقى فيه أحداث مختلفة هل لو إحنا بدأنا ندرس الموضوع ده أكتر هنبتدي نفهم ليه الحضارة الفرعونية اندسرت أو بقت ما نعرفش المعلومات الكاملة عنها حل فيه سبب يعني وراء الاختفاء الفجائي ده لا هو يعني هو اختفاء مادي وليس اختفاء ثقافي بمعنى ان الحضارة المصرية القديمة يعني تراجعت لانها استنفذت كل مصادر قوتها أحد مصادر وأحد قواعد الحضارات في العالم كله ان الحضارة بتنى متدرجيا إلى أن تصل إلى القمة ثم تبدأ في الاندسار وتسلم الرأي إلى حضارة أخرى عندما استنزفت الحضارة المصرية القديمة كل بقى مصادر قوتها أعطت الرأي للحضارة اليونانية اللي في البداية تشبهت بالحضارة المصرية القديمة ثم أخذت تطورها إلى أن تغيرت الحضارة المصرية القديمة مختفتش تراثيا أو ثقافيا احنا لازمنا بعداتنا بتقاليدنا بألفظنا مصطلحاتنا حتى عميتنا على فكرة مصرية اللي بنستخدمها دلوقتي هي مزيج من العربية اللي هي دخلت مع الثقافة الإسلامية والقبطية الفلعونية طب زي إيه مثلا؟ عايزة عرف كده أي كلمة زي كلمة شوية أو كلمة انبوه انا أقولك خد تديلو الكتاب ده أو تديلو الألم إدي ده مش فعل عربي إدي ده فعل ابتي أساساً هيروغليفي في الأساس بعد كده ابتي بعد كده دخل في العامية المصرية في عندنا حاجات كتير من العادات والتقاليد والأسماء والمسمايات كلمة بخ بردو على ما أعتقد بخ طبعاً بخ على البيخ هو الشيطان بالمناسبة بخ هو الشيطان الإيخ أو البيخ بالأبدات التعريف هو الشيطان عشان كده تلاقي كل الكلمات السلبية مرتبطة بالإيخ يعقولك إخي إخس كخ كل الكلمات السلبية مرتبطة لا مش تبقى من الإيخ اللي هو الشيطان أو البيخ اللي هو الشيطان فعندنا حاجات كتير قوي في العامية بتاعتنا وعداتنا وتقاليدنا وأسماء القرى وأسماء المدن طب يعني نتكلم جزء قبطي على جزء لغة عربية طبعا أنتم بتبدأوا من أول السطر هل في أشياء أو موضوعات حابين تركزوا عليها في الأول أو في الموقع أو في البرنامج يعني كلمني على الاتنين هكلم حديك على البرنامج البرنامج إحنا هدفنا زي ما قلت الشعار اللي نرفعه التراث القبطي وتراث لكل المصريين فإحنا من خاطب الحقيقة أكتر من مستوى من خاطب مستوى المتخصصين وده أسهل شوية إننا حبنعمل مجموعة الدراسات مجلات متخصصة بننشر كتب الندوات مؤتمرات حاجات كده لكن الفئة الأقل اللي هي عامة الناس عامة المهتمين دي المخطبطها أصعب شوية عشان بنحتاج الأول نزيل المفهوم الخاطئ المرتبط بالتراث القبطي قبل ما نديهم المعلومة لما الناس نكسر جواه الحاجز النفسي الأول ناحية التراث القبطي ويحسوش أن ده مرتبط بالعقيدة نتيني نكلمهم بقى يا جماعة دي هتوصل لهم المعلومة دي ما هو ممكن للناس ما تخشش على الموقع أو هوا مش موقع احنا عندنا وسائل مختلفة نعمل محاضرات عامة في أماكن عامة في أندية وفي التجامعات عامة هنعمل إن شاء الله من خطتنا نعمل مجلة بسيطة كده متواجدة في السوق كويس اتخاطب برضو الناس وتكلم معهم بنتنقل في المدارس وفي الجامعات في الأماكن اللي ممكن نقبل فيها الناس ونتكلم معهم بنتطلع في برامج تلفزيونية أو برامج إعلامية دي برضو وسيلة مهمة جدا لمخاطبة الناس طبعا ومع الوقت بدأنا فعلا الناس تقرب لنا وتتابع نشاطنا وتهتم بالموضوع على أمل إن ده ممكن يلعب دور مش على المستوى العلمي بس بالمناسبة يعني أنا شايف إن ده ممكن يلعب دور على المستوى الجماهيري لفك أو لتخفيف حدة الاحتقان اللي ممكن تتواجد مش بس تخفيف حدة الاحتقان ولكن أيضا دي وسيلة علشان نبتدي بها نتقبل الآخر ونتقبل الرأي المخالف دكتور لوأي محمود سعيد المشرف على البرنامج لدرسات القطب بمكتبة الأسكندرية بنشكرك جدا وبنقول لك نهارك سعيد شكرا جزيلا نهاركم سعيد شكرا دكتور لوأي ومشاهدين هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية لسه معنا فقرات خليكم معنا